تتواصل في شرم الشيخ فعاليات الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم الذي ينطلق غدا وفي هذا السياق عقدت إدارة المنتدى ورشة عمل حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقاعة البحر الأحمر وتم خلال الفعليات عرض فيديو يوضح جهود مبادرة حياة كريمة في مختلف المجالات التنموية كما قدمت نائبة رئيس مجلس أمناء حياة كريمة عهود وافي شرحا وافيا عن تفاصيل المبادرة الرئاسية منذ بدايتها كفكرة من شباب البرنامج الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة وتبني القيادة السياسية للمشروع وصولا إلى إنجازات المشروع على أرض الواقع داعية مختلفة دول العالم إلى التعرف على حياة كريمة عن قرب والاسترشاد بها كتجربة رائدة في المبادرات التنموية لبناء الإنسان اشتركوا في القناة